الحمل الفعل الموصل لكل جهاز أو معدة سعة قدرة معينة وكذلك جهد تشغيل وتردد معين موضحا بلوحة بيانات اللي نسميها لوحة بيانات المصنع أو بيسموها النام بليت يعرف الحمل الفعلي الموصل بأنه مجموعة الأحمال الموصلة المربوطة والأحمال المستقبلية وتكون قدرتها طبقا لبيانات المصنع لكل جهاز سواء بالوات أو الفولت أمبير أو الأمبير زي ما احنا قلنا هنا يبقى ذا الحمل الفعلي الموصل احنا بصينا هنا ده عندي موتور تمام هنا جايب لي الحصان ده واحد حصان والفريم تمام والكوت بتاعه والفولت شغال على ميتين وعشرين سري فيز مية وعشر اللي هو مية وخمستاشر سنجل فيز وبعد كده جايب لي ده بيلف تلات تلاف ربعمية وخمسين لفة في الدقيقة والأمبيرات المسحوبة والتايم بتاعه ده عبارة عن سنجل فيز اهو والأمبين تنبريتشر درج الحرارة اربعين والهيرت الستين والطايب بتاعه سي اس يبقى ديه المفروض وميد ان يو اس اي ده هو الحمل الفعلي المطلوب او النيم بليت اللي احنا بناخد منها البيانات طيب اقصى طلب للحمل اقل من مجموعة الاحمال الفعلية الموصلة ليه لان دايما اقصى طلب بيكون اقل من الحمل الفعلية الموصلة ليه يتم اختيار احمال الخاصة بالمعدات الكهربية اكبر من الحمل الفعلي وذلك للامان يبقى انا فور سيفتي تمام ان انا بحط احمال المعدات الكهربية اكبر من الحمل الفعلي وللتغلب طبعا على ظروف التشغيل المختلفة ممكن الحمل يزيد او يبقى فيه تيار بدء زيادة طيب ايه رقم اتنين بقى ان طلب الحملة اقل من مجموعة الاحمال الفعلية جميع الاحمال الكهربية الموجودة داخل المبنى او المشروع لا تعمل عند اقصى حملة في نفس الوقت يعني انت مش هتجيب لي كل الاحمال شغاله بالفول لود في الفول تايم تمام او في نفس الوقت اللي انت بتحسب عنه يوجد نسبة بين الحمل الكل عبارة عن احمال تقديرية للتوسع المستقبل لا تنساش ان انت عامل فيوتشر او سبير لودز للامان ومش ضيفة وبالتالي هيبقى اقل لا يمكن حساب جميع الاحمال بنفس الطريقة حيث يوجد تنوع في الاحمال مش معقول انها حسب احمال التكييف زي احمال الانارة زي احمال مقاومات زي احمال وكذا يوجد احمال عبارة عن مقاومات اللي هي رسيستي فلود واحمال عبارة عن ملفات تمام حسية اللي بسميها اندكتف لود واحمال مركبة من مقاومات وملفات حسية يبقى ده برضو سبب من الاسباب بعض الاحمال لها معامل طلب سابت مثل لمبات التوهج العادية تمام في حالة لمبة قدرتها الف وات فانها تسحب قدرة ميت وات عفوا فهتسحب ميت وات في حالة تشغيلها تمام طيب بعض الاحمال لها معامل طلب متغير زي المحركات على سبيل المثال غسالة الملابس الاوتوماتيكية مثلا ويوجد بها مجموعة من البرامج يتم التحكم بها عن طريق محرك متغير السرعة يبقى انا مثلا الغسالة دي بتحكم فيها عن طريق محرك متغير السرعة تمام ومدخل للسحب وتصريف المياه ومجفف وبالتالي تغير الحمل طبقا للبرنامج وبالتالي الحمل هنا متغير بعض الاحمال تكون اكبر بقليل من الحمل المطلوب على سبيل المثال حساب مثلا قدرة الموتور المطلوب لتشغيل مضخة مياه رفع لمجمع سكني تبين ان القدرة المثال القدرة المطلوبة طبقة للحسابات ومعامل امان يجب ان تكون مسلا سبعة وتمانية من عشر حصان مع العلم ان القدرة المتوفرة بالسوق تمام طبق الموصفات يجب ان تكون عشرة حصان يبقى هو حساب والله لان المفروض سبعة وتمانية من عشرة طب المتوفر في السوق ماليش سبعة تغير